فضيلة الشيخ أفقكم الله هذا سائل يقول القاعدة التي تقول إن كل جزئية لم يجري عليها عمل السلف من جزئيات النص لا يجوز العمل بها إن كل جزئية لم يجري عليها عمل السلف من جزئيات النص لا يجوز العمل بها من قال هذا؟ هذا الكلام لا أصل له النص باقي وأدلته باقية والسلف ما أحاطوا بكل ما في الأدلة فما دام الكتاب والسنة معنا ما قاله الأئمة على الرأس والعين نأخذ به ولكن هما قالوا كل ما نحتاج لنا أيضا أن نطلب والحوادث تتجدد والقضايا تتجدد فتحتاج إلى اجتهاد وفي النظر فيها يوم أن كان العلماء الكبار موجودين الحمد لله يرجع إليهم لكن الآن يرجع إلى الجهات المختصة الموكول إليها الفتوى والقضاء يرجع إليها في هذا يرجع إليها في هذا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به يعني صاروا يبحثون بينهم وهمهم بأهل لهذا ولو ردوه إلى الرسول شوف وإلى أولي الأمر منهم منهم أولي الأمر؟ العلماء وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا نعم